السلام عليكم. آآ تحية تربية وجميع السيدة والإفسادات جميع متتبعي قناة رديل لجميع المستويات. مرحبا في هذا الفيديو آآ سنترق له مسلك تكوين المفاتيش التربوي. إذن سنتحدث عن هذه المباراة التي تمر من ثلاث مواد. يعني المادة الاولى المادة التانية مادة التالية. المادة الاولى هي اختبار في المعارف المرتبطة بالتعليم الابتدائي والمادة التانية اختبار في بداية غروجية التخصص والمادة التالية هي موضوع عام حول قضايا التربية والتكوين. إذن نبدأ بالمادة الاولى وهي اختبار في المعارف المرتبطة بالتعليم الابتدائي. احده جيد العنوان اختبار في المعارف المرتبطة بمواد التعليم الابتدائي. إذن هنا يتعرف على المواضيع. هناك آآ اللغة الفرنسية اللغة العربية اللغة المادة العلوم ثم آآ مادة الريادية. اذن مادة آآ اللغة العربية صفحة واحدة فقط. هناك نص اختبار في اللغة العربية. نص فالاستماع والكلام يجمعهما الصوت يتمثل كلاهم المهارات الصوتية التي يحتاجوا اليها الفرد عند الاتصال مباشر مع الاخرين. بينما تجمع الصفحة المطبوعة بين القراءة والكتابة ويستعان بهما لتخطي حدود الزمان وابعاد المكان عند الاتصال بالاخرين. وبين الاستماع والقراءة سيلات من اهمها انها مصدر الخبرات. اذ هما مهارة الاستقبال لا خيار للفرد امامهما في بناء المادة اللغوية او حتى في الاتصال بها احيانا. ومن هنا يبرر بعض الخبراء وصفهم لهاتين المهارتين بانهم مهارتان سلبيتان والفرد في المهارتين الاخرين. الكلام والكتابة يركب الرموز كما انه فيهما يبعث رسالة. ومن هنا فتسميان مهارة انتاج او ابداء. اذا اسئلة هناك مجموعة من الاسئلة. تمانية اسئلة. اه السؤال الاول هو اشرح ما يقصد الكاتب من المهارة الصوتية. تركيب الرموز. الرسالة. اه تانيا ومن هنا يبرر بعض الخبراء وصفهم لهاتين المهارتين بانهم مهارتان سلبيتان. فاند وجهة النظر هذه. تالتا في نظرك ما هي المهارة الاكتر توضيفا بالنسبة للمتعلم المدرس الابتدائية. علل جوابك. رابعا يشكل الوعي الصوتي مكونا اساسي لتنمية مهارات القراءة لدى الاطفال في السنوات الاولى من التعليم. اوضح هذه الاهمية. خامسا غالبا ما تدل الزيادة في معنى الكلمة على الزيادة في معناها. وضح هذه الزيادة والغرض منها في كلمتي السماع والاستماع باعتماد اصلهما. سادسا للمفعول به حالات يقدم فيها وجوبا على الفاعل. استخرج من النص متالا لإحدا لإحداها وبين سبب ذلك. سابعا اعرب التلميذ الفعل في جملة لأستعيننا لنص الحكاية كالتالي. استمعوا فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على اخير. وضح هذه الحالة المتعلقة بالفعل مضارع. واذكر حالات اخرى معززة بمثال. تامنا لا خيارة للفرد امامهما في بناء المادة اللغوية. استخرج من الجملة الحروف الحلقية وحدد مخارجها. ننتقل للمادة التانية. مادة لغة الفرنسية واختبار في اللغة الفرنسية يعني دائما في اختبار المعارف المرتبطة هناك. كان عنا عنا قصيدة يعني لبويم لانفتاشون ووياج كان لبويم وكان اسئلة نجوش ديال الصفحات يفيها اسئلة هذه المادة خاصة باختبار المعارف المرتبطة بالتعلم الابتدائي. اه لبويم يهدور لفرنسية وريض الفرنسية أنا قدرن اعلى سيئر الحر أو سيئر نى القسم كسيرا تانيان رتروجه için المتجن ورمضة للجمع تانيان رتروجه لسمى الأمام تانيان رتروجه لزمان جمع تانيان الرسل وقمشه لزمان دائمين رتروجه النهام دائمين رتروجه لفرنز للمعارف المعارف المعارف الم común أكذا نقوم بقية بوضعي brothers دخلا تخSP أركضه نحن في الثقة نحط إخبارة اشتركوا في القناة اشترك للمشاهدة 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 نقطة احمد نقطة علي ونقطة هداية في هذا الفرض على اعتبار ان المتعلمين الثلاثة يشكلون مجموعة يحسب مواد المجموعة في هذا الفرض مقاربا بافرات ثم بطفرات الى 0.01 يعني الحصر بافرات وبطفرات ثم التمرير رقم الثلاثة لنطب الشكل عنده قبالته اسميم ملء الجدول كان عمر الجدول هنا مجموعة قياس الزاوية قياس الزاوية المستقيمة يساوي ثم احسب مجموع قياسات الزاوية التالية لما الزاوية اللي عنا هنا الزاوية يعني هاد الزاوية اللي كان هنا هادي نحاول نحسبه هذه بنسبة الصفحة الاولى لمادة الصفحة الثانية التمرين رقم اربعة قطعة معدنية على شكل موشور قائمة القاعدة تكون من ثلاثة معادن الحديد بالنسبة ثلاثين في المائة والنحاس بالنسبة 25% والاليمنيوم نسبة 20% والنسبة 5% من الشوائب إذن أحسب علما أن قياس كتلة القطعة المعدينية هو 10 كيلوغرام وأن الكتلة الحجمية لكل من حديد إذن هناك معطيات أحسب قياس كتلة كل من حديد النحاس الألمنيوم والشوائب في هذه القطعة أحسب قياس حجم كل من حديد النحاس والألمنيوم في هذه القطعة إذن الحجم حديد حجم القطعة المعدينية علما أن حجم الشوائب في هذه القطعة هو 8 سمت من المقعب هل يمكن تحديد الكتلة الحجمية لهذه القطعة المعدينية؟ إن كان جوابك نعم وحسب الكتلة الحجمية لهذه القطعة وإن كان جاوبك لا علله. يمثل مثلت قائم الزاوية في قبالته قاعدة هذه القطعة المعدنية. وحسب ارتفاع هذه القطعة المعدنية بسنتيمتر. إذا نتبع لقم خمسة دائما في التنوب اللغوي أنهم يعطيه الأسئلة بالفرنسية. إذا كان دبان مستجد وحتف في الأقسام نفس الشيء. يعني نحسب هاد العددين يعني نديرو التبسيط. تسادسان فراكتوزي لدوز إكسPRESSION ALGÉBRIQUE SUIVANTI. يعني هاد التمرين هادا نديرو لحتميل. بعد الناشر ونحسبو ونعمله. رقم السبعة نقنسي ديرو ريكتانجل يعني كان واحد الخاطة هنا يعني A, B, C, D. اوزا دوهما E. فقط A, B, C, D. Le point N représente le milieu du côté DC et M un point du côté AB sachant que les surfaces dits triangles AMD, MB, G, BCN sont respectivement 9 cm3 carré, 17 cm2, 20 cm2 calculer la surface en décimètre carré du pentagon non convex DMGBN. هادا فيما خص مادة رايدات ننشو للاختبار في العلوم. اختبار في العلوم هنا آآ يعني موضوع غني نجموعة من المعطيات نجموعة من الأسئلة. كلها متعلقة. قلت بالمستويات الاعدادي وتناوي. اذن اثناء عملية التنفس. يلجو الهواء الى الرئاتين محملا بغاز تناء اكسيد الكربون. اه اكسيد تناء الاكسيجين. ويغادرهما محملا بغاز تناء اكسيد الكربون. الف. بين على مستوى اي عضو من اعضاء الرئة تتم تبادلات الغازية. اذن اي عضو من اعضاء آآ الرئة. آآ تتم تبادلات الغازية. بابريز بواسط رسم توضيحي كيف تتم هذه التبادلات على مستوى هذا العضو. ما هو العام الرئيسي الذي يسهل مرور كل من تناء الاكسيجين في هذا العضو الى الدم. وتاني اكسيد الكربون من الدم الى هذا العضو. آآ هذا التمرين الاول. التمرين التاني. لنعطب المقطع جانبه. دعنا دول مقطع. يخترح عنوان مناسب لموضوع هذا المقطع. هذن نشاهل اكتاب المستوى التامنة. نتلقى في هاد الطبقات. من الاقرب الى الارض. نحدد اسماء طبقات الخمس مرتبة انتلاقا من الاقرب الى الارض. ثم الابعد هذه الطبقات. ثم احدى هذه الطبقات الخمس تعمل على حماية الحياة على سطح الارض من الاشعاع الشمسي الخطير. ابرز هذه الطبقة وبين كيف تتم هذه الحماية. ثالثا حدد كيف يتشكل الضغط الجوي. واتقر مويد القياسيه على سطح البحر. ثم فسر سبب خفاض قيمته كلما زاد ارتفاع في الجوه. ثالثا تمرين رقم ثلاثا يختلف مصدر وطريقة تكون الطيف الواسع من السخور متواجدة على سطح الارض. الف صنف السخور الاتية حسب مصدرها وطريقة تشكلها الى سخور بركانية. سخور تحولية. سخور رصوبية. شيست. سخور الكيسية. الجرانيت. الرخام. الكوارت. زيت. البازلت. الجبس. الملح الصخري. يتشكل كل من الجرانيت والبازلت وفق سيروتيني مختلفتين. ابرزهما وبابريزهما وبين نتيجة هذا الاختلاف على مستوى تركيبة كل من الصخراتين. من بين السخور المذكورة في السؤال الف حدد تلك التي يمكن ان تحتوي على مستحدثات. رابعا ظاهرة الرياح من الظواهر طبيعي التي تؤثر على الحياة على سطح الارض. ابريز بتفصيل كيف تشكل الرياح مع ذكر كل عوامل التي تتحكم في ذلك. با يعتبر ميلان محور ضوارا الارض حول نفسها عاملا محددا في انتظام الحياة على ظهرها. ابريز بتفصيل نتائج هذا الميلان. الكتلة والوزن مقداران فيزيائيان مختلفان لكنهما مترابطان بينما هي كل من الوزن والكتلة. يعني تعريف. ابريز وجه الاختلاف بينهما محددا العامل الفيزيائي الذي يحدد هذا الاختلاف ذاكرا وحدة وحدة وجهاز قياس كل من هما. هنا تمنى رقم ستا بالفرنسية complète لتابلو سويفان ان كالكولان الانيرجي كونسومة بار شاك أباري. دوك هنا هنا لزاقاري ordinateur climatiseur lamp. هنا لپوزنس دو لأباري ان وات هنا الوات ميو حمسي سبين ألف وخمسي ميأس ميو حمسين دوري دو فانكشمان انهر. يعني المودة دياليشتغال ديالو تمنى السوية هنا 24 ساعة هنا اشا سوية هنا ديش من وحدة تحسب استهلاك ملسبة للاقضيناتور كليما تجيزيغ لامب. هدو كاملين بالوعد يعني ما كانش لجوب. نمشي اللي اذا هنا اكملنا المادة الاولى المتعلقة بالمعارف المرتبطة بالتعليم الابتدائي. هدو نشي دو المادة التانية اللي هي متعلقة باختبار في مادة التخصص. اذا هنا مادة التخصص. هات الصوروش كاتبها مزيد. اذا المادة التخصص حتى هي فيها ربعا ديال مواد. اذا هذا هو 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 ربعا ديال المواد في المعارف المرتبطة بالتعليم يبتدائي ربعا ديال مواد في اه مادة التخصص. اذا اللغة الفرنسية العربية. العلوم وريادية إذن المادة الأولى هو أجيب لزوماً باللغة العربية عن مواضيع اللغة العربية والنشط العلم والريادية هو بالفرنسية عن موضوع اللغة الفرنسية إذن لزوماً هنا اللغة العربية في بداية الموسم الدراسي طلب أسهل المستوى الثاني من المتعلمين في قراءة نص مقرر في برنامج برنامجهم الدراسي فلاحظ أن مجموعة المتعلمين لا تستطيع قراءة الكلمات ولا الحروف وأن مجموعة ثانية تستطيع قراءة الكلمات لكنها لا تفهم معناها في حين كان متعلم مجموعة ثالثة يقرأون ويفهمون المعاني الصريحة والضمنية ويتفاعلون مع المقرؤ إذن هنا ثلاثة دل المجموعة هنا واحد ما النتائج التي قد يكون الأستاذ توصل إليها عقب محاولة قراءة المتعلم للنص ثانيا ما الفرق بين الفهم الصريح والضمني يعطي أمثلة توضيحية ما أثر هذه العملية على تخطيط سنة وللتعلومات رابعا هل أعطت هذه العملية تمارها أم كان على الأستاذ أن يسلك أساليب أخرى بين ذلك خامسا يقترح على الأستاذ خطوات منهجية وبداغوجية محددة للارتقاء بأداء المتعلمين إذن هذا فيما يخص المادة الأولى وهي مادة لغة العربية في اختبار تخصص ثم هناك النشاط العلمي مادة نشاط العلمي كانت أستاذة نشاط العلمي تدير نقاشا بين متعلم ومتعلمات القسم السادس حول مكونات الهواء حيث تدخلت متعلمة تلوت البيئة مذر بالرئتين كما درسنا في العام الماضي لأن الهواء مكون من الأكسجين الذي نتنفس تدخل متعلم آخر بل هناك غازات أخرى في الهواء تدخل متعلم ثالث علمت من أبي أن الأكسجين هو الغاز الأكثر تواجدا في الهواء إذن احتفظت الأستاذة بكل من هذه التمثلات وفكرت في نشاط المساعدة المتعلم والمتعلمات على تجاوزها وبناء المعرفة العلمية هدف الحصة مستحضرة ما جاء في المنهاج المنقاح لمادة نشاط العلمي الذي يدعو إلى التركيز على تنمية التفكير العلمي لديهم رغم أن موضوع الحصة ليس هو التنفس موضوع الحصة ليس هو التنفس الذي يدخل ضمن مجال علوم الحياة إلا أن الأستاذة فضلت أن يستغل المتعلمون والمتعلمات بشكل فرادي على وثيقة تبرز مكونات كل من هواء الشهيقي وهواء الزفيري حتى تظهر لهم التكامل بين مجالات مادة النشاط العلمي من جهة وتتحقق من اكتسابهم بعد مهارات التفكير العلمي وتحقق الهدف التعلمي لهذا الجسم الحصة من جهة أخرى إذن هنا الوثيقة مقارنة بين مكونات هواء الشهيق وهواء الزفير مكونات الهواء هناك المكونات ثم كيمية المكوين في اللتر الواحد من هواء الشهيق كيمية المكوين في اللتر الواحد من هواء الزفير هنا الموضوعات واضحة جدا إذن السؤال ما هو وما موضوع الحصة وما هو المحور والمجال لدان يدخل ضمنهما ثم ثانيا استعملت الأستاذ الوثيقة للتحقق من توفر المتعلمين ومتعلمات على بعض مهارات التفكير العلمي أذكر أربع مهارات للتفكير العلمي بالمدرسة الإبتدائية مع إيطاء تعريف لكل مهارة ثم ذا ما المهارة أو المهارات الأساسية التي تود الأستاذ التحقق منها في هذه الحالة جيم هل تكفيها هذه الوثيقة لذلك؟ عليه جوابك ثالثا نخترح هدفا تعليميا لهذا الجزء من الحصة رابعا أذكر أربع استنتاجات يمكن المتعلمين ومتعلمات استنداجها من الجدول إذن هذه أسئلة مادة ناشط العلمي شو مادة لغة فرنسية؟ مادة لغة فرنسية تدرع ل مشروع القسم مادة لغة فرنسية نحن ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر ترجمة نانسي قنقر